سهلا وسهلا في هذه المرحلة سنتعرف على كيفية خلع معدات الوقاية الشخصية ولكن أولا تأكد من اتباعك للاعتبارات التالية اخلع المعدات عند باب غرفة المريض أو في الردهة بمجرد خروجك ستكون عملية الخلع بطريقة معاكسة للارتداء أي سنبدأ بالقفازات أولا أمسك الحافة الخارجية بجوار المعصم اسحب القفاز من يديك بحيث يصبح الجزء الداخلي للقفاز ناحية الخارج كما ترى أمسك القفاز باليد الأخرى المغطى بالقفاز الآخر ضع إصبعا مكشوفا تحت معصم القفاز الآخر لا تقم بلمس خارج القفاز أبدا اسحب القفاز من الداخل بحيث يصبح كل القفازين على شكل كيس تخلص من القفازين والآن قم بخلع واق الوجه أو النظارة الواقية قم بمسك أربطة الأذن أو الرأس بيديك ارفع النظارة أو القناع بعيدا عن وجهك ضعهم في الأماكن المخصصة لإعادة المعالجة أما إذا كان أحاديا لاستخدام فقم بالتخلص منهم بعد ذلك قم بخلع رداء العزل بالطريقة التالية قم بفك الأربطة اسحب الرداء بعيدا عن الرقبة والكتف اجعل الجزء الخارج الملوث ناحية الداخل قم بلف الرداء على شكل حزمة ثم تخلص من الرداء في المكان المخصص لذلك وأخيرا قم بخلع الكمامة الجراحية بالطريقة التالية قم بفك الأربطة اسحب الكمامة بعيدا عن وجهك ثم تخلص من الكمامة في المكان المخصص وبعد الانتهاء لا تنسى أن تقوم بغسل وتطهير يديك بالطريقة الصحيحة وقبل انتقالك لمريض آخر